السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا وأخيرا تم الإعلان عن الاتفاق حول قانون الكندغوند زيشاغون بضغط من المستشار الألماني أولاف شولز الذي وعد بإيجاد حل هذا الموضوع بعد أشهر من الخلاف حيث جمع الطرفين جمع ليزا باوس من حزب الخضر وزيرة العائلة الألمانية وأيضا سيد كريسيان لنا وزير المالية جمعهم وبعد مفاوضات لساعات طويلة تم وأخيرا الاتفاق على الخطوط العريضة لقانون الكندغوند زيشاغون ورح نشرح التباصيل الآن في هذا الفيديو تم الإعلان الآن بعد ساعات طويلة المفاوضات في مؤتمر صحفي حضره وزراء من الأحزاب الثلاثة الحاكمة في ألمانيا السيد ليزا باوس عن حزب الخضر السيد هوباتوس هايل وزير العمل عن حزب الاس بي دي والسيد كريسيان لنا وزير المالية عن حزب الاف دي بي وتم الإعلان بشكل مشترك الآن على الاتفاق على الخطوط العريضة لقانون الكندغوند زيشاغون الذي سيحل محل الكندغلد حاليا وأيضا الأشياء الإضافية الموجودة وجمعها جميعا في باقة واحدة هي القانون الكندغوند زيشاغون رح نشوف الآن التفاصيل بشكل كامل والشرح يعني عن كل المعلومات الموجودة والمتوافرة بشكل عام أيضا التسميات تغيرت الآن كما شاهدنا يعني تغيير مثلا قانون المساعدات الاجتماعية جوب سنتا مثلا من حادس فيه إلى البرجر جيلت الآن أيضا بشكل مماثل القانون بشكل عام هو قانون الكندغوند زيشعون يعني بمعنى التأمين الأساسي للأطفال الكندغلد حاليا يلي هو 250 يورو عن كل طفل أيضا سيتغير اسمه من كيندغلد إلى جارانتي بتخاك يعني إلى الرقم أو المبلغ المضمون يلي هو بشكل عام كما هو الآن يعني كل طفل في أمانيا بيحصل عليه متره 50 يورو هذا أيضا تغيير في التسمية بالنسبة للكينداتسوشلاك الموجود كمان لحد الآن أيضا سيتغير اسمه إلى كينداتسوزات بتخاك يعني المبلغ الإضافي الذي سيضعف إذن بشكل عام القانون الآن رح يتحول إلى جهة مركزية رح تجتمع فيه كل المساعدات أو الرواتب يعني التي تقدم من قبل الدولة للأطفال وسيتم جمعها بمنصة إلكترونية بحيث أنه نحن ممكن الآن رح يتم إنشاء منصة إلكترونية وجهة هي الأجنتور في عبايت الفاميليان سابس طبع الأجنتور في عبايت هي رح تكون الجهة المسؤولة عن تقديم الطلبات وسيتم جمع كل الأشياء التي تقدم للأطفال في ألمانيا في هذه الجهة بشكل مركزي بمعنى الأهل سواء عند ولادة الطفل يعني سواء إذا كانوا عب يشتغلوا أو عب يستطلقوا مساعدات اجتماعية من الدولة برغر جيلد أو زوتسيال هيلف من الزوتسيال أمت دائما تقديم الطلبات رح يكون إلى جهة مركزية واحدة تجمع كل الأشياء الموجودة التي تقدم من قبل الدولة للأطفال في ألمانيا هي الفكرة الرئيسية وعن طريق الأتمة أيضا لديجيتاليزيون يعني يمكن تقديم الطلبات أونلاين نعرف الآن يعني دائما ما نقدم الطلبات يعني مثلا الأهل بتلقوا مساعدات اجتماعية جزء مننا بيأخذوها مثلا من الجوب سنتر ضمن البرغر جيلد الكندر جيلد بيجي من الفاميليان كاسا اللي بيشتغل بيقدم أيضا على مبالغ إضافية الكندر سوشلق يعني كان لحد الآن بيتم التقديم عليه كل هذه الأشياء سيتم جمعوها الآن في جهة مركزية واحدة هذه الفكرة لتسهيل أيضا الموضوع على الأهالي في جهة مركزية واحدة والفائدة من ذلك أيضا هو أن يحصل الأطفال على ما يستحقون حتى لو مثلا أهمل الأهل بتقديم الطلب أو لا يعرفون الجهة التي يتم تقديم الطلب إليها أو تأخروا فيه يعني كل هذه الأشياء لا الآن في جهة مركزية متوجهة لألام نقدم الطلب وهي بتشوف كل الأشياء التي يعني يستحقها الطفل في ألمانيا المقدمة من قبل الدولة بشكل مباشر الكندر حاليا يلي هو 250 يورو عن كل طفل شفنا كمان يعني رفعوك سابقا حسب الفئات العمرية الآن لكل طفل يعني 250 يورو رح يصير اسمه إلينا الجغانتي بتخاك يعني الرقم أو المبلغ المضمون هذا الرقم أيضا قابل الآن للصعود والتحسن بشكل سريع لأنه تم ربطه بشيء اسمه الإجزيستانس منيموم يعني الحد الأدنى للوجود أو الحد الأدنى للمعاش بمعنى من المتوقع أن هذا الرقم الأساسي سيرتفع مع الزمن ربما مع ارتفاع تكاليف الحياة المعيشة يعني مثل الإجزيستانس منيموم كما يتم رفع المساعدات الاجتماعية في ألمانيا البورجر جيلد بشكل دائم حسب ارتفاع الأسعار أيضا الكيندر جيلد أو الذي سيصبح اسمه الآن الجغانتي بتخاك سيتم رفعه وربطه بالإجزيستانس منيموم وبالتالي من المتوقع أن يرتفع بشكل أوتماتيكي في السنوات القادمة أما السوزاتس بتخاك يعني المبلغ الإضافي الآن فسيكون مرتبط بشيئين رئيسيين سيكون متغير حسب كل عائلة ووضع كل عائلة العامل الأول هو عامل العمر والعامل الثاني هو العمل إذا كانوا الأهل حسب رواتب الأهل فإذا المبلغ الإضافي فوق المبلغ الأساسي المضمون سيكون متغير حسب ظروف كل عائلة يعني العاملين رئيسيين هن عمر الأطفال وعمل الأهل ورواتبهم وبالتالي المبلغ الكلي يعني ممكن يتغير من عائلة إلى أخرى ولكن من حيث المبدأ سيستفيد من المبلغ الإضافي العائلات أكثر ذات الرواتب مثلا المنخفضة مثل الكندات سوشلاك حاليا أيضا سيكون بهذا الشكل بمعنى أن الجزء الثاني الآن سيكون متغير حسب هذه الظروف وهذا التغيير سيعود أيضا بشكل خاص بالفائدة على أيضا فئتين في المجتمع الفئة الأولى هي فئة متلقي المساعدات الاجتماعية أو الزوزيال أمت للأهل يعني مثلا عندهم أطفال ولكن يتلقون مساعدات الاجتماعية سيستفيدون من هذا القانون بحيث من المتوقع أنه بالمجمل الآن الرواتب المقدمة للأطفال تصبح أعلى وأيضا سيستفيد من القانون الجديد كمان المتع يعني بشكل عام بيكونوا عادة يعني بيربي أطفاله لوحده أيضا سيستفيدون تفاصيل دقيقة جدا لن ندخل فيها يعني ولكن هاتين وجهتين ستستفيد أيضا بشكل أكبر هاي جوهر التفاصيل الآن القانون الجديد المعلومات الإضافية الأخرى متى يبدأ التطبيق القانون سيتم الآن تجهيزه بشكل خطي مشروع القانون في الحكومة الألمانية وتقديمه للبرلمان الألماني لتوقع حتى الشهر التاسع يعني الشهر القادم وبعدها سيتم التصويت عليه وإذا تمت الموافقة عليه فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2025 وليس 2024 ليس بداية العام القادم وإنما بداية العام الذي سيليه النقطة الأخرى التكاليف الإضافية المتوقع الآن على الميزانية الألمانية وزيرة العائلة كانت سابقا طالبت بمبالغ إضافية قدرة 12 مليار يورو سنويا ثم صححت المبلغ إلى 7 مليار يورو سنويا والآن تم الاتفاق على حوالي 2.4 مليار يورو سنويا إضافة للمبالغ التي يتم دفعها الآن يعني هو يضاف إلى المبالغ القديمة فمتوقع أن يكلف هذا المشروع هذه المبالغ الإضافية باعتبار بشكل عام سيكون هناك رفع أيضا للرواتب المقدمة من الدولة للأطفال في ألمانيا طبعا لمحاربة أيضا الفقر في ألمانيا حسب المعايير الألمانية كلمة فقر قد تكون تفهم بشكل خاطئ كمان حسب المعايير الألمانية الأعلى طبعا وبالتالي هذا الرقم ما تم الاتفاق عليه ولكنه ليس رقم سابت باعتبار أنه مع الزمن يمكن أن ترتفع الآن أيضا الرواتب المقدمة للأطفال وبالتالي من المتوقع أن يزداد أيضا هذا الرقم مع مرور السنوات هذه كانت الخطوط العريضة لمشروع القانون هذا الذي تم الاتفاق عليه قد تحدث بعض التعديلات في التفاصيل ودقائق الأمور عند نقاش هذا القانون في الدرلمان الألماني قبل التصويت عليه بشكل نهايي أي قد يتعرض لبعض التعديلات الطفيفة في التفاصيل لكن الخطوط العريضة من المفترض أن تبقى وإذا تم الاتفاق عليه سنشهد أيضا سيشهد هذا القانون النور بداية عام 2025 علما أن وزير المالية أيضا الذي كان يعارض هذا القانون قال أنه سيكون آخر مشروع كبير للمساعدات أو القوانين الاجتماعية المقدمة للدولة اللي مقصد فيها عادة تعرفوا هي الحكومة الحالية لأنه فيها حزب الاس بي دي تحديدا هو اللي بدعم عادة هذه الطبقات في ألمانيا يلي رفع أن نعرف نحن عمل أصلاح في قانون أيضا تم رفعها بشكل عام بزيادة كبيرة والآن قانون الكندرغون زي شاغون وقانون البرجر جيلد إذن قدم عدة مشاريع ضخمة جدا على الميزانية الألمانية جلبت معها طبعا إنفاق إضافي وهو الحزب طبعا حزب الاس بي دي هو يعني حزب هذه الطبقات يعني كما نعلم وبالتالي سيكون هذا آخر مشروع كبير في هذه الدورة التشريعية يعني لن نشهد بعد ذلك من المفترض أي مشروع كبير إضافي لزيادة المساعدات بشكل أكبر من الدولة وهيك بكون قلت لكم كل المعلومات المتوفرة أتمنى أنه كانت واضحة أنه قدرت أبسط لكم إياها وأنقلكم إياها بشكل واضح وصريح وحيادي قدر الإمكان تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته